عزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي أهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء في مادة الكيمياء ومع الدرس الأول من الوحدة الأولى توقع الخصائص الفيزيائية والكيميائية للعناصر وموضوع طاقة التأيّن الجزء الثاني أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية هذا الدرس أن يفسر حالات الاستثناء في قيم طاقة التأيّن الأولى يعدد العوامل المؤثرة في قيم طاقات التأيّن الأولى يكتب معادلات تمثل طاقات التأيّن المختلفة لبعض العناصر بدقة يفسر بشكل صحيح الاختلافات في قيم طاقات التأيّن المختلفة لنفس العنصر عزيز الطالب تذكر معي أهم ما درسناه من خلال دراسة الشكل أدنى هذا الشكل يمثل طاقات التأيّن لعناصر الدورات الثلاثة الأولى في الجدول الدوري الدورة الأولى تحتوي على عنصر الهيدروجين في المجموعة الأولى وعنصر الهيليام في المجموعة الثامنة الدورة الثانية تبدأ بعنصر الليثيام في المجموعة الأولى وتنتهي بعنصر النيون في المجموعة الثامنة أما الدورة الثالثة تبدأ بعنصر السوديوم في المجموعة الأولى وتنتهي بعنصر الأرجون في المجموعة الثامنة والآن نجيب على الأسئلة السؤال الأول كيف تتدرج قيم طاقات التأيون الأولى عند الانتقال من الهيليم HE إلى الارغون ER ضمن مجموعة الغازات النبيلة طاقة التأيون للهيليم أعلى من طاقة التأيون للنيون والأرغون هو الأقل ضمن العناصر الثلاثة الموضحة في الشكل إذن طاقات التأيون ضمن مجموعة الغازات النبيلة تزداد أم تقل أحسنت تقل السؤال الثاني كيف تتدرج قيم طاقات التأيون الأولى عند الانتقال من الليثيوم LI إلى النيون NE ضمن الدورة الثانية في الدورة الثانية نلاحظ أن الليثيوم له طاقة التأيون منخفضة وتزداد مرورا بالعناصر الدورة إلى أن نصل إلى أعلى قيمة لطاقة التأيون وهو عنصر النيون إذن طاقة التأيون تزداد أم تقل ضمن الدورة الثانية أحسنت تزداد السؤال الثالث أي المجموعات لها أعلى قيمة لطاقة التأيون الأولى المجموعة الثامنة الغازات النبيلة أي المجموعات لها أقل قيمة لطاقة التأيون الأولى نعم عناصر المجموعة الأولى فهنا في هذا الشكل كان أقل قيمة لطاقة التأيون في الدورة الأولى هو الهيدروجين أقل قيمة لطاقة التأيون في الدورة الثانية هو الليثيوم والدورة الثالثة كان السوديوم إذن الأقل قيمة لطاقة التأيون هي المجموعة الأولى ما حالات الاستثناءات في قيم طاقات التأيون خلال الدورة الواحدة؟ في الدورة الواحدة وعلى سبيل المثال الدورة الثانية نجد أن طاقة التأيون للليثيوم منخفضة تزداد عند البريليوم ومن المتوقع أن تزداد ولكن نجد أنها انخفضت عند البورون في المجموعة الثالثة إذن هذا هو الاستثناء الأول المجموعة الثانية والثالثة هذا استثناء ثم يتتابع التدرج بالصورة الطبيعية تزداد طاقة التأيون للكربون ثم للنيتروجين ولكن تقل عند الأكسوجين هذا هو الاستثناء الثاني عناصر المجموعة الخامسة والسادسة إذن الاستثناءات عناصر المجموعتين الثانية والثالثة وعناصر المجموعتين الخامسة والسادسة بما تفسر الغازات النبيلة المجموعة الثامنة لها أعلى قيمة لطاقة التأيون الأولى على سبيل المثال عنصر النيون له هذا التوزيع الإلكتروني نلاحظ أن المستوى الرئيسي الأخير هنا هو المستوى الثاني ممتلئ بالإلكترونات حيث أنه يحتوي على ثمانية إلكترونات أي أن المستوى الرئيسي الأخير ممتلئ فتكون الإجابة لأن هذه العناصر تكون في حالة استقرار بسبب اكتمال مستوى التكافؤ أو المستوى الرئيسي الأخير وزيادة الشحن الموجبة الفعالة للنواة حيث أن فقد الإلكترون يؤدي إلى تقليل وضع الاستقرار الاستثناءات في التدرج الدوري في طاقة التأيون أمامنا قيم طاقات التأيون الأولى لعناصر الدورة الثانية كيف تتدرج قيم طاقات التأيون الأولى في الدورة من اليسار إلى اليمين أحسنت تزداد من اليسار إلى اليمين ولكن تلاحظ معي أن هناك استثناءات لهذا التدرج فعنصر البريليم في المجموعة الثانية طاقة التأيون له 899 كيلوجول لكل مول أما عنصر البورون 801 يعني انخفضت أيضا تلاحظ معي في المجموعة الخامسة عنصر النيتروجين طاقة التأيون الأولى له 1402 بينما الأكسوجين 1314 يعني أيضا انخفضت ما سبب هذه الاستثناءات أولا الاستثناء الموجود بين عناصر المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة نأخذ عنصري البريليم والبورون كمثال عنصر البريليم يحتوي على أربعة إلكترونات والتوزيع الإلكتروني له بهذا الشكل 1S2 2S2 تلاحظ معي أن المستوى الفرعي الأخير 2S ممتلئ بالإلكترونات في حالة البورون والذي يحتوي على خمسة إلكترونات فإن التوزيع الإلكتروني له بهذا الشكل 1S2 2S2 2P1 يعني المستوى الفرعي الأخير غير ممتلئ ولا نصف ممتلئ فيكون أقل استقراراً إذن نقول أنه في عنصر البريليم بي نجد أن المستوى 2S ممتلئ بالإلكترونات وبالتالي يكون أكثر استقراراً ويصعب فقد إلكترون أما في حالة البريليم بي نجد أن المستوى 2P يحتوي على إلكترون واحد فقط وبالتالي يكون أقل استقراراً ويسهل فقد إلكترون أما المجموعة الخامسة والمجموعة السادسة فعلى سبيل المثال عنصري النيتروجين والأكسوجين في عنصر النيتروجين N نجد أن المستوى 2P نصف ممتلئ بالإلكترونات وبالتالي يكون أكثر استقراراً ويصعب فقد إلكترون بينما في عنصر الأكسوجين O نجد أن المستوى 2P يحتوي على أربعة إلكترونات حيث نجد أن أحد أفلاك المستوى 2P يحتوي على زوج من الإلكترونات مما يولد قوة تنافر وبالتالي يقل الاستقرار فيسهل فقد إلكترون تدريب بما تفسر طاقة التأيين الأولى لعنصر الفوسفور P أكبر منها لعنصر الكابريت S عنصر الفوسفور P عدده الذري 15 له التوزيع الإلكتروني 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3 الكابريت 16 توزيع الإلكتروني 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P4 نجد أن في الفوسفور المستوى الفرع الأخير 3P نصف ممتلئ بالإلكترونات فيكون أكثر استقراراً ويصعب فصل إلكترون أما في حالة الكابريت فالمستوى الفرع الأخير يحتوي على أربعة إلكترونات وبالتالي يكون أقل استقراراً فيسهل فقد إلكترون السؤال الثاني بما تفسر طاقة التأيين الأولى لعنصر الماغنيسيوم Mg أكبر منها لعنصر الألمونيوم AL عنصر الماغنيسيوم يحتوي على 12 إلكترون يمكننا أن نوزعه بهذه الطريقة نيون 10 و3S2 ألمونيوم 13 نيون 10 3S2 3P1 يتضح من التوزيع الإلكتروني أن في حالة الماغنيسيوم فالمستوى الفرع الأخير 3S ممتلئ بالإلكترونات فيكون أكثر استقراراً وبالتالي يصعب فصل إلكترون أما في حالة الألمونيوم المستوى الفرع الأخير 3P يحتوي على إلكترون واحد وبالتالي يكون أقل استقراراً فيسهل فقد إلكترون ملخص العوامل المؤثرة في قيم طاقات التأيين للعناصر أولاً زيادة الشحنة النووية الفعالة تكون العلاقة ترضية وذلك يكون خلال الدورة من اليسار إلى اليمين أي أنه خلال الدورة من اليسار إلى اليمين تزداد الشحنة النووية الفعالة فتزداد طاقة التأيين ثانياً زيادة نصف القطر الذري علاقة عكسية وذلك يكون خلال المجموعة أي أنه خلال المجموعة من أعلى إلى أسفل يزداد نصف القطر الذري فتقل طاقة التأيين ثالثاً زيادة تأثير الإلكترونات الحاجبة أو ما نسميه تأثير الحجب علاقة عكسية أي أنه خلال المجموعة من أعلى إلى أسفل يزداد تأثير الحجب فتقل طاقة التأيين رابعاً التأثيرات الكمية أو حالات الاستثناء وهذا يكون بين المجموعتين الثانية والثالثة والمجموعتين الخامسة والسادسة وهذا يكون بسبب أن المستويات الفرعية تكون ممتلئة بالإلكترونات أو نصف ممتلئة فتكون أكثر استقراراً وبشكل عام فإن طاقات التأيين الأولى تزداد خلال الدورة من اليسار إلى اليمين ولكن الحالات الاستثناءات تكون بين المجموعة الثانية والثالثة والخامسة والسادسة مثال لديك العناصر الافتراضية الآتية والأعداد الذرية لكل منها أجب عن الأسئلة التالية السؤال الأول أي العناصر لها أعلى طاقة تأيين أولى؟ للإجابة على هذا السؤال نحدد رقم المجموعة ورقم الدورة لكل عنصر لنسهل علينا الإجابة على الأسئلة هيا بنا نجيب على السؤال الأول أي العناصر لها أعلى طاقة تأيين أولى؟ اتفقنا أن طاقة التأيين تزداد من يسار الدورة إلى اليمين وأن خلال المجموعة من أعلى لأسفل تقل طاقة التأيين إذن أعلى طاقة تأيين هو العنصر R السؤال الثاني أي العناصر لها أقل طاقة تأيين؟ أحسنت هو العنصر N السؤال الثالث طاقة التأيين الأولى للعنصر Z أكبر منها للعنصر N لماذا؟ بسبب زيادة عدد مستويات الطاقة وزيادة تأثير الحجب في العنصر N السؤال الرابع أي من العناصر السابقة له أعلى طاقة تأيين أولى؟ العنصر Y أم العنصر W؟ أحسنت هو العنصر Y التدرج في طاقة التأيين الثانية والتي تليها يعني طاقة التأيين الثالثة والرابعة وهكذا لديك الجدول الآتي والذي يوضح طاقات التأيين المتتالية لعناصر الدورة الثالثة في الجدول الدوري ما ملاحظاتك بالنسبة لقيم كل منها على سبيل المثال عنصر السوديوم طاقة التأيين الأولى له 496 طاقة التأيين الثانية 4562 الثالثة 6912 وهكذا تلاحظ زيادة دائمة ومستمرة في طاقات التأيين المتتالية نفس الشيء لجميع العناصر هذه أول ملاحظة الملاحظة الثانية أنه يوجد قفزات كبيرة في طاقات تأيين معينة فمثلا نجد أن طاقة التأيين الثانية لعنصر السوديوم قفزة كبيرة طاقة التأيين الأولى 496 الثانية 4562 يعني تقريبا زادت ما يقرب من 10 أضعاف فعنصر الماغنسيوم طاقة التأيين الثالثة تقريبا أعلى من الثانية 5 أو 6 أضعاف وهكذا هناك قفزات في بعض طاقات التأيين إذن نلاحظ أنه تتزايد قيم طاقات التأيين باستمرار عملية نزع الإلكترونات يعني أن طاقة التأيين الرابعة أعلى من الثالثة أعلى من الثانية أعلى من الأولى لماذا؟ ذلك لأنه عند فصل إلكترون من الضرة يقل التنافر بين الإلكترونات المتبقية بينما تبقى الشحنة النووية الموجبة ثابتة وعليه فإن الضرة تحتاج لطاقة أكبر لنزع إلكترون من الأيون الموجب المتكون الملاحظة الثانية تحدث قفزة كبيرة لقيم طاقة التأيين عندما يتم نزع إلكترون من مستوى طاقة ممتلئ مثال أكتب معادلات تمثل طاقات التأيين الأولى والثانية والثالثة لعنصر الألمونيوم طاقة التأيين الأولى نفس الإلكترون من الضرة المتعادلة ويتكون إيون موجب أحادي طاقة التأيين الثانية نفس الإلكترون من الإيون الموجب الأحادي ويتكون إيون موجب ثنائي طاقة التأيون الثالثة نفس الإلكترون من الإيون الموجب الثنائي ويتكون إيون موجب ثلاثي مثال آخر الجدول التالي يوضح قيم طاقات التأيون من الأولى إلى الرابع لثلاث عناصر هي A, B, C ادرس هذه القيم لكل عنصر على حدة ثم أجب عن الأسئلة الآتية السؤال الأول أي العناصر يكون إيونات أحادية موجبة يكون إيون أحادي يعني يسهل عليه أن يفقد إلكترون واحد ويصعب أن يتم فصل إلكترونين ما هو هذا العنصر؟ لو قمنا بدراسة العنصر إيه؟ فإن طاقة التأيون الأولى منخفضة أما طاقة التأيون الثانية مرتفعة قفزة كبيرة تقريبا عشر أضعاف يعني يصعب فصل إلكترون ثاني إذن الإجابة هي العنصر السؤال الثاني أي العناصر يكون إيونات ثنائية؟ إيون ثنائي يعني يسهل عليها أن يفقد إلكترونين ويصعب أن يفقد الإلكترون الثالث ما هو هذا العنصر؟ لو قمنا بدراسة العنصر C نجد أن القفزة بين طاقة التأيون الثانية والثالثة تقريبا خمس أو ست أضعاف إذن يسهل عليه أن يفقد إلكترونين ويكون إيون ثنائي فالإجابة هي العنصر C أي العناصر يمثل الغازات النبيلة؟ الغازات النبيلة المستوى الرئيسي الأخير ممتلئ بالإلكترونات ومستقر فطاقة التأيون الأولى تكون عالية إذن هو العنصر أحسنت هو العنصر B مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته